بهذا الفيديو تقدر تطلع من نتيجة أعلى ذوقك مثل هذا الشكل أو هذا أو بعد أحلى السلام عليكم شباب ومعاكم على اللاوي فيديو شامل عن طاولات آيكيا ومثل ما تشوفون قسمت الفيديو يعني الثلاث فئات سعرية وبكل فئة راح اقترح عليك أكثر مخيار حتى يناسب جميع الأذواق وحتى لتدوخ راسك وتحتار راح أذكر أي سطح طاولة تختار شنو الحجم المناسب المميزات والسلبيات وشنو الأنواع اللي لازم تتجنبها وبالإضافة للإكسسوارات اللي أنصح بها واللي رابطها راح يكون بصندوق الوصف وطبعا لا يخلو من الملاحظات المهمة فلا تنسى شوف الفيديو للنهاية حتى تختار الأفضل وتطلع بنتيجة حلوة وهسا لا تبخل علي بالاشتراك لأن تعبت بهذا الفيديو فأتمنى تكرمني وتسعدني باشتراكك بالقناة شكرا للجميع ويلا نبدأ بداية بالفئة الأولى الاقتصادية واللي بين قوسين موجهة للمطفرين فعندك خيارين والطاولة الأولى جدا بسيطة متكونة من سطح مكتب اسمه لوجين كابتن الطول 120 في عرض 60 سنتيمتر وبارتفاع 70 سنتيمتر مع أربع رجل أدلز بسعر اقتصادي 299 ريال أو بحدود 80 دولار وهنا نصحك بأن نزود عليها شوية وتاخذ حجم الأكبر 140 في 60 بسعر 349 ريال أو بحدود تقريبا 90 دولار المميزات جدا رخيصة ومناسبة حتى للمطفرين سهلة التنصيب والسطح يعتبر جيد يجيب سماكة 4.3 سنتيمتر ويعني أفضل من سطح اللينمون والأحلى أنه هذا السطح يتوفر بعدة ألوان تناسب جميع الأذواق العيوب الأرجل ما توفر ثبات ممتاز يعني هي زينة تمشي الحال لستوب بي سي خفيف متكون من شاشة واحدة أو شاشتين مع الكيس طبعا مع حجم 140 سنتيمتر وأشوفها هو يأنسب لصحاب الكونسل بحكم أنه لعبي الكونسل يعني يرجعون للخلف وما يلمسون الطاولة أثناء اللعب مما يقلل عملية الهتزاز وتكون الطاولة يعني أكثر ثبات أيضا عرض الطاولة الستين سنتيمتر قد ما يناسب الجميع لهذا أنصح بالطاولة الثانية بهاي الفئة الاقتصادية طبعا السعر شوية رح يرتفع لكن بالمقابل رح تحصل على جودة أفضل بكثير طاولة موجهة لللاعبين اسمها هوفند سبيلار تجيب سطح بحجم 140 طول في 80 عرض وبارتفاع الـ 75 سنتيمتر الارتفاع اللي يناسب أغلب المستخدمين المميزات هاي الطاولة تجيب لونين الأسود والأحمر أو هذا اللون الثاني الأبيض والبيعجي وشخصيا جربتها وسويت لها تيست وليقيتها ثابتة بشكل جيد وتستحمل وزن 50 كيلوغرام يعني مناسبة لستوب البي سي المتوسط أيضا بيها كابل منجمت يساعدك بترتيب الأسلاك وأيضا تحتوي على حامل للسماعة والحلو بيها أنها تيجي بعرض 80 سنتيمتر يعني يعطيك مساحة جدا كافية بينك وبين الشاشة العيوب الصراحة بهيك سعر وبهيك مواصفات من الصعبة يعني تنمر عليها ننتقل للفئة الثانية اللي هي مناسبة لأصحاب الميزانية من نوت وسط وهنا عندي بعض اقتراحات الحلوة اللي أنا متحمس جدا أن تعرفها فأولا أنصح بطاولة الموجهة للجامرز اسمها أوت سبيلر تجي بسعر 845 ريال أو بسعر 270 دولار حجم سطح الطاولة 160 في 80 وبارتفاع قابل للتعديل يعني تقدر تخليها بارتفاع بين 68 إلى 78 سنتيمتر ميزة جدا حلوة لأنها راح تناسب جميع المستخدمين وبالنسبة للوزن فالطاولة تستحمل وزن 50 كيلوغرام المميزات أولا الطاولة متوفرة بلونين وبسطح تقدر تستخدمها أما بهذا الشكل الكلاسيكي أو بالشكل الثاني اللي يعتراحها أكثر مع الماوس والكيوبرد يعني رسخ اليد راح يكون مرتاح أكثر أيضا بها كيبل منجمت يعتبر جدا جيد وطبعا رحت على آيكية وجربتها بنفسي ولقيتها ثابتة بشكل جيد ولقيت تقييماتها جدا عالية والحلو بها أنها تيجي بعرض 80 سنتيمتر يعني شفيرة ومن الآخر تنفع لصحاب الكونسل أو لستب البي سي المتكون من أكثر من شاشة مثل ما واضح بهاي الصورة أيضا تنفع لشاشة سوبر ألترا وايد السلبيات على الرغم من أني ما حبيت هذا الشبك إلا أنه يجيب مميزات حلوة مثل تهوية البي سي بشكل أفضل خصوصا عندما تقرب الطاولة على الحائط وأيضا إذا خليت شريط RGB تحت هذا الشبك راح تشوف تأثير الإضاءة كلش حلو من أعلى ومن أسفل الطاولة شكلي حبيت هذا الشبك ما أدري يعني طلع بيه فوايا الثانية لكن خلينا ننتقل للأوبشن الثاني فبهاي فئة سعرية تقدر تأخذ هذا الشكل اللي متكون من سطح بطول 140 في عرض 60 سنتيمتر أو حتى 65 أو 80 يعني حسب سطح الطاولة اللي راح تأخذه يعني على ذوقك وتحت الطاولة تقدر تخلي أدراج أليكس فالزبدة تجيب لك أدراج أليكس وبعدها تأخذ لك أرجل أدلز بارتفاع 70 سنتيمتر مثل ما واضح بهذا الشكل واللي راح يكلفك مبلغ 924 ريال أو بحدود 185 دولار طبعا السعر راح يختلف حسب البلد اللي عايش بيه المميزات أولا الطاولة جدا جميلة وثابتة بشكل جيد يعني تنفع الستب متوسط متكون من شاشته مثل هذا الشكل والحلو أيضا أنك تقدر تختار واللي يناسب يعني جيبك والأحلة هو إمكانية اختيار الألوان الثلاثة للأسطح والأرجل والأدراج الأليكس أيضا لا ننسى ميزة التهزين الرهيبة بدراج أليكس السلبيات هنا ماكو سلبيات قاتلة تمنعك عن شراء هاي الطاولة إنما راح أذكر بعض الاقتراحات حتى تطلع بنتيجة حلوة أولا إذا ارتفاع الطاولة 70 سنتيمتر غير مناسب إليك فتقدر تحل هاي المشكلة عن طريق إضافة هاي القطع على أدراج أليكس حتى تعطيك مستوى أعلى طبعا متوفرة بأنواع مختلفة لكن أنصح بهذا النوع اللي شكله أحلى راح تلقى رابطة بصندوق الوصف بس انتبه هنا لازم تختار أرجل مختلفة مثل هذا أو مثل الميتباك أولا تجيب قطعتين من أدراج أليكس حتى تركب عليهم هاي القطع الإضافية وتطلع بنتيجة حلوة مثل هذا الشكل الجميل ومثل ما واضح الطاولة ما بيها كيبل منجمنت وعن خبرة لا تأخذ حامل الأسلاك من آي كي لأنه مو كلش عملي لستوب اتشبير فما راح يفيدك يعني لذا اقترح عليك بعض الأنواع الممتازة رابطة شراء تلقى بصندوق الوصف أيضا اقترح عليك ذراع الحامل للشاشة حتى يكون سطح المكتب عندك واسع وتطلع بنتيجة جدا حلوة وبدون أرجل الشاشة اللي هي يعني جدا موزعجة على السيتوب وعلى فكرة لو عندك المساحة الكافية زود عليها شوية وراح تقدر تجيب سطح ببعاد 200 سنتيمتر طول فيه 60 عرض مثل هذا الشكل يعني هنا راح تحصل على طاولة شبيرة تستفاد منها للدراسة واللعب أو للعمل فالزبدة شكل بكيفك حسب ذوقك وحسب احتياجك وحسب ميزانيتك وهنا يا شباب قبل ما نبدأ بالفئة السعرية الثالثة الفاخر على الآخر حابة أقولك سواء كان عندك سيتوب بي سي أو سيتوب كونسل تقدر الشارك بسلسلة تقييم سيتوب المتابعين ويا ريت هنا لو تاخد صور قبل وبعد التطوير حتى نشوف المستوى التغيير اللي سويته للمشاركة راح تلقى جميع التفاصيل بأول تعليق والحد هنا إذا استفدت ولا بمعلومة يا ريت لو تسعدني باشتراك بالقناة لأن هذا الشيء يعتبر حافظ قوي ويخليني أستمر وإذا ما استفدت أي شيء فتقدر تخليلي ديسلايك وتكتب لي سبب حتى حاول أشتغل على نفسي وأطور من المحتوى إلى الأفضل شكرا لكم وشكرا لدعمكم ويلا نبدأ بالفئة الفاخرة على الآخر اقترح عليك أولا طاولة فخمة اسمها إديسون وبسطح ممتاز بابعاد 160 طول في 80 عروف هاي الطاولة راح تكلفك 1900 ريال وتقريبا 450 دولار شوية غالية صح بس تستاهل لأنها تجيب إيطار قوي وبجودة ممتازة المميزات إيطار مصنوع من الفلاذ بجودة عالية وطبعا جربتها بنفسي ولقيتها جدا ثابتة ما تهتز بسهولة وتستحمل وزن 70 كيلوغرام يعني تنفع ستب ضخم وتنفع أكثر للمكاتب أصلا هي موجهة للعمل أيضا بيها ميزة حلوة وهي إمكانية تعديل الارتفاع بمستويات مختلفة بين 65 سنتيمتر إلى 79 سنتيمتر أيضا الطاولة تحتوي على كيبل منجمت يعني يعتبر جيد الحد ما السلبيات هنا ما بيها سلبيات قاتلة إنما فقط راح تحتاج الوقت لتنصيب الطاولة فاخذ وقتك ونصبها بشكل جيد ولا تستعجل وطبعا بيها موديل ثاني الستاندسك يعني طاولة كهربائية تجي بنفس الأبعاد سعرها راح يكون أغلى بتوفر لك إمكانية تعديل مستوي ارتفاع الطاولة بسهولة بضغطة زر أيضا بيها ميزة التحكم بالارتفاع عبر التطبيق اللي من خلاله تقدر تخصص ثلاث مستويات مختلفة تناسب استخدامك بالنسبة للثبات طبعا هي ثابتة بشكل حلو لكن راح تكون أقل ثبات عند أعلى ارتفاع يعني قدر أقول إنها حالها حال أي طاولة كهربائية أيضا إذا كنت ناوي على طاولة كهربائية متحرك الستاب الجيميك فتقدر تأخذ موديل الأب سبيلر الموجه لللاعبين مميزاته تجيب لوحة تحكم أفضل تحتوي على أربع زرار قابلة للتخصيص وبارتفاع بين 72 إلى 120 سنتيمتر أيضا بيها منفذ USB في ديك للشحن والحلو بيها هو سطح الطاولة الشبير 180 طول في 80 عرض وأيضا تقدر تستخدمها على الجهتين وما أدري ليش مذاكرين إنها تحتوي على ميزة الشوك المهمة جدا تفيدك يعني في حال كنت منزل الطاولة ونسيت تشيل الكرسي من تحتها راح تقف تلقائيا حتى تتجنب الأثرار لكن اللحلة هو الضمان ثلاث سنوات على المحرك الهيدروليكي للطاولة السلبيات السطح يعتبر شوية حساس وغير مقاوم للخدش فلازم تتعامل معها بحذر إطار السفلي فقط وبعدها فصل عليها سطح بحجم 180 طول في 80 عرض باللون اللي يناسبك واللي يناسب جيبك وهنا نصحك أن تتصل أو تسأل الموظفين الباكية حتى يساعدوك بهذا الموضوع ننتقل للآخر طاولة بهذا الفيديو راح تكون لستب الزاوية تنفع لأي شخص يحب أن يسوي ستب ضخم ويستغل زاوية الغرفة راح اقترح عليكم هذا الشكل واكتبوا لي بالتعليقات إذا تحبون أسوي فيديو ثاني شرح مفصل عن طاولات الزاوية لكن حتى تسوي مثل هذا الشكل اللي هو يجي بطول 2 متر من الزاوية لبعد نقطة طبعا للجهتين راح تحتاج للطاولتين الأولى بسطح لوجن كابتن وبطول المترين في عرض 60 سنتيمتر وتحتها طبعا أدراج أليكس بالإضافة الثلاث أرجل من أدلز اثنين منهم بالزاوية البعيدة ووحدة بالوسط حتى تسنت الطاولة بشكل جيد واسمع مني ترى جدة مهمة لازم تخليها حتى لا تنحني الطاولة يعني من الوسط وبعدها راح تحتاج للطاولة الثانية أيضا بسطح لوجن كابتن نفس الموديل بطول 140 في 60 عرض وتخلي تحتها أدراج أليكس بالجهة البعيدة ورجلين من أدلز بالجهة الثانية وهنا يا حبيبي المجموعة راح يصير ويكلفك تقريبا ل370 دولار وبالريال تقريبا ل1950 ريال وتطلع بنتيجة كلش حلوة وعلى ذوقك المميزات طبعا مميزاتها كثيرة تقدر تستخدم جهة للبي سي والجهة الثانية للدراسة أو للعمل أيضا راح تكون ثابتة بشكل جيد السلبيات هي أنك راح تحتاج الكابل منجمنت فرح أخلي لك بعض الإكسسوارات اللي أنصح بيها مع هاي الطاولة حتى تطلع بنتيجة فخمة وحلوة ثاني سلبية قد يكون عرض الطاولة 60 سنتيمتر غير مناسب لك لذا تقدر تطلع بنتيجة أفضل يعني لو عندك الميزانية فتقدر تأخذ سطح أفضل من قسم المطبخ يكون قوي ومقاوم للخدش وبعد أحلى أو إذا تحب سوي طلب من آيكيا بالأبعاد اللي تحتاجها وهنا حتى لا طول عليك سوي سكرينشوت للليستة اللي جمعت بيها الأنواع اللي أنصح بيها لستاب البي سي أو لستاب الكونسل وأيضا راح تلقى بعض الأنواع اللي تكون حساسة وغير مقاومة للخدش فانتبه منها انتبه الشحن من آيكيا عادة يكون غالي لذا أنصحك أن تسوي لك لستة بالمنتجات اللي تريد تشتريها والأهم من هذا لازم تعرف وين متوفرة بأي فرع قبل ما تروح للمتجر طبعا تقدر تعرف وين متوفرة من خلال الموقع الرسمي والأفضل يعني أن تتصل وتتأكد قبل ما تروح أخيرا أتمنى أنك استفدت إذا عندك أي سؤال اكتبه بالتعليقات أو تعالوا اسألني خلال البث المباشر ولا تنسى الدعم بالاشتراك وبالدعاء بالخير وبس أشكركم على المتابعة كان معكم على اللاوي تحياتي لكم ومع السلامة تحياتي لكم